الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة صدق الله العلي العظيم من هو أكثر الأنبياء السابقين الذين سبقوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من هو أكثر الأنبياء السابقين ذكرا في القرآن الكريم هو بلا شك وبكل وضوح موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وبلا منازع في ذلك لماذا هل موسى هو أفضل الأنبياء السابقين لا ما السبب في أن موسى حاز على كمية معتنى بها أكثر من كل الأنبياء السابقين طبعا وحازت أمته وحازت قضاياه وحازت الحوادث التي حلت بأمته هذه الكمية الكبيرة في القرآن الكريم من الجهات في هذا الآمر هو أن أشبه الأمم بهذه الأمة المرحومة هي أمة موسى أشبه الأنبياء من بين الأنبياء أشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله موسى أشبه الحوادث التي تكون في هذه الأمة أشبه الحوادث هي الحوادث التي حلت في أمة موسى وجوه الشبه بين هاتين الأمتين كثيرة بل أقول كثيرة جدا بين نبي تلك الأمة ونبي هذه الأمة بين وصي نبي تلك الأمة ووصي نبي هذه الأمة بين ما مضى من هذه الأمة وما مضى من تلك الأمة بين ما سيأتي في المستقبل في هذه الأمة وما كان في أمة موسى مثلا كنماذج من جملة وجوه الشبه بين النبي موسى وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله صفة الكرم يعني ماذا البعض يفسر صفة الكرم بالجود هذا خطأ صفة الكرم ذكرناها أكثر من مرة مرتبطة بالقلب بالنفس الكرم يعني أن الشخص نفسه نفس كبيرة نفسه عالية الكرم من أمهات الصفات الحسنة ليست صفة حسنة واحدة الكرم ينتج مجموعة من الصفات الحسنة الكريم عادة صبور الكريم عادة حليم الكريم عادة جواد الكريم عادة شجاع الكريم عادة عفو الكرم النفس الكبيرة لعلنا هكذا نفسر هذه الصفة طبعا كل الأنبياء كرماء لا شك ولكن بدرجات مختلفة في القرآن الكريم هذه الصفة من بين كل الأنبياء أعطيت لنبيين فقط لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وللنبي موسى رسول كريم في القرآن الكريم فقط أطلقت هذه الكلمة على النبي موسى وعلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله طبعا هذا له تفسير لماذا؟ النبي موسى كانت حصته من هذه الصفة حصة كبيرة جدا مميزة بين الأنبياء وجوه الشبه عديدة بين نبي تلك الأمة ونبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وجوه الشبه بين وصي نبي تلك الأمة وهو يوشع بن نون وبين وصي خاتم الأنبياء وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجوه الشبه أقول عديدة بل كثيرة مثلا من جملتها الله سبحانه وتعالى يسمي يوشع بن نون فتى موسى من هو فتى موسى؟ يوشع بن نون وإذ قال موسى لفتاه في آية أخرى قال لفتاه آتنا غدائنا فتى موسى من هو؟ يوشع بن نون ولا يكون فتى محمد إلا علي صلوات الله عليهما وآلهما حيث نادى جبرائيل كما هو مشهور بين الفريقين نادى بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي آه بسم الله يقول حسن بن ثابت في أبيات له جبريل نادى معلنا ثانياً والنقع ليس بمنجلي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي اللهم صلى على محمد وآل محمد ثانياً من وجوه الشبه بين الوصيين صلوات الله عليهما ما ورد في خبر السباق ثلاثة الذين سبقوا السباق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب اللهم صلى على محمد وعلى محمد من جملة وجوه الشبه بين الوصيين وصي تلك الأمة وصي النبي في تلك الأمة ووصي النبي في هذه الأمة رد الشمس تعلمون ردت الشمس لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الأقل مرتين مرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله ومرة أخرى في طريقه إلى حرب بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وفي ذلك في هذا الثاني شابهه في الأمم السابقة يوشع بن نون يوشع بن نون ردت له الشمس في طريقه إلى حرب وحسب التعبير لعله الأدق حبست له ماء الشمس يقول السيد الحميري في القصيدة المذهبة وهي رائعة من روائعه قصيدة مفصلة أكثر من ماء وعشرة أبيات لأن لا تذكر بالضبط قصيدة مفصلة ماء وقريب عشرين بيت تقريبا ماء وعشرين بيت تقريبا قصيدة عظيمة جدا جدا روعة من الروائع السيد المرتضى عنده رسالة كاملة كتاب كامل في شرح هذه القصيدة انظروا عظمة هذه القصيدة شخص مثل السيد المرتضى يشرح هذه القصيدة قصيدة أصماء رائعة في مقطع من هذه القصيدة يقول خير البرية بعد أحمد من له من الهوى وإلى بنيه تطر به إلى أن يقول ردت عليه الشمس لما فاته منه الصلاة وقد بدت وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوكبي شاهدنا هنا وعليه قد حبست ببابل مرة أخرى الشمس مرة ثانية حبست لأمير المؤمنين وعليه قد حبست ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق معربي إلا ليوشع أو له ولردها ولحبسها تأويل أمر معجبي ردت للشمس أو حبست الشمس ليوشع وحبست الشمس لأمير المؤمنين وكل ذلك كان في طريقهما إلى حرب من وجوه الشبه أن يوشع عاش بعد موسى ثلاثين سنة وتعلمون أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثين سنة يوشع قتل في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان والكل يعرف أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه استشد في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان ورد في خبر أن في تلك الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون في تلك الليلة على الأقل في منطقة ما رفع حجر عن حجر إلا وجد تحته دم عبيط والكل يعرف أنه في ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما رفع حجر عن حجر إلا وجد تحته دم عبيط وجوه الشبه بينه وصي النبي في تلك الأمة ووصي النبي في هذه الأمة كثيرة طبعا هناك وجوه شبه أخرى أيضا بين الأمتين قلت كثيرة بل لعلي أقول كثيرة جدا أمة موسى بما لمعنى الأمة من كلمة من نبيها إلى أدنى شخص أمة موسى مظهر مصغر لأمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله طبعا فوارق في الوجوه فوارق في الكيفيات هذا طبيعي ولكن تريد أن تعرف أمة النبي صلى الله عليه وآله أعرف أمة موسى ما حل بهم حل بهذه الأمة بأشكال مختلفة طبعا وجوه الشبه هذه الكثيرة تكون مصدر أو مصادر للعبر لنا لماذا ذكر اسمه موسى كثيرا في القرآن الكريم موسى مضى أمته انتهت مضت لكي نعتبر عبر كثيرة أمر بسرعة على بعضها أولا أمة موسى كانوا يعتقدون أنهم الأمة المفضلة وبالفعل في عصرهم كانت هي الأمة المفضلة مجرد أن تكون أنت من الأمة المفضلة يعني أنك بخير لا ألف كلا عندما خالفوا طريقة نبيهم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أولئك الذين كانوا من الأمة المفضلة في ذلك اليوم أصبحوا شر أمة وإلى يومنا هذا هم شر أمة أليس كذلك؟ شر أمة أولئك الذين كانوا من الأمة المفضلة وفي هذه الأمة أيضا كذلك أنا من الأمة المرحومة نعم أنت من الأمة المرحومة ولكن ماذا تصنع من الممكن أن شخصا يكون من الأمة المرحومة ويكون أسوأ من كل الأمة ممكن نعم ممكن الأمة المرحومة قيمتها باتباع طريقة نبيها صلى الله عليه وآله مجرد أن أكون من الأمة المرحومة لا يكفي وبالفعل أليس كذلك في هذا الزمن؟ أليس عندنا من ينسب نفسه إلى هذه الأمة وهو من أسوأ البشر؟ يوجد وتعرفون ونعرف حتى في الروايات الشريفة هذا شيء ورد أنهم أسوأ من اليهود والنصارى يكونون أحيانا نعم ممكن ممكن يكون سفك الدماء عنده أسهل من شربة ماء سفك الدماء البريئة ممكن نعم نقطة أخرى الشبه بين الأمتين كثيرة طبعا بفارق العظمة هذا الشبه كل ما يكون في هذه الأمة أعظم وشبيه ولكن كمرتب كدرجة كل ما يكون في هذه الأمة أعظم وأعظم بل أعظم بكثير مما كان في أمة موسى مثلا نبي هذه الأمة ونبي تلك الأمة لا قياس بينهما صحيح أن النبي تلك الأمة كان رسولا كريما ونبي هذه الأمة رسول كريم صلى الله عليه وآله ولكن يوجد مقارنة أصلا بينهما لا كتاب هذه الأمة وكتاب تلك الأمة يوجد مقارنة أصلا بينهما يوجد قياس بينهما لا ذاك الكتاب من الله هذا الكتاب أيضا من الله ولكن كم الفرق بين الكتابين لا قياس بينهما الله لا قياس بينهما أصلا العظمة كبيرة جدا وصي النبي في هذه الأمة ووصي النبي في تلك الأمة يوجد قياس بينهما أصلا دل يوجد قياس بينهما سيدة النساء في هذه الأمة وسيدة النساء في تلك الأمة هذه أعظم من تلك بل لا قياس بينهما أحكام أحكام الله عز وجل التي نزل بها رسول الله في هذه الأمة والأحكام التي نزل بها موسى في تلك الأمة لا مقارن بينهما في الأعظم كل شيء في هذه الأمة أعظم بكثير مما كان في تلك الأمة أمة موسى نسخة مصغرة من هذه الأمة والفارق كبير صحيح؟ هذا فقط في الجانب الإيجابي؟ لا في الجانب السلبي أيضا كذلك مجرموا هذه الأمة أعظم وأكبر إجراما من مجرمي تلك الأمة بما لا مقارن بينهما مثال واضح واضح تتمكن أن تأتي بمجرم مثل يزيد بن معاوية؟ عليه العاء أن الله تترى أبدا الآبدين؟ تتمكن في كل الأمم أجمع كل المجرمين تتمكن أن تأتي بمثله؟ وغيره هذا كنموذج وقس على ذلك فعل له وتفعل له فمن الممكن أن أحدنا يكون أسوأ من السيئين من أمة موسى ممكن نعم ممكن والعياذ بالله تعالى وليس أسوأ بمرتبة ومرتبتين لا أسوأ بكثير ممكن النقطة الأخيرة أصلا أنسك كل كلامي السابق هذه الكلمة لا تنساها كل ما كان الشخص أعظم كان الخطر الذي يكون بالقرب منه أكبر قانون عام الراقون العظماء الخطر الذي يتوجه إليهم أكبر يا أخي معادلة الأمثلة تضرب ولا تقاس طبعا كمثال شخص مرتفع عن الأرض بفاصل متر واحد مثلا واقف على مرتفع عن الأرض بمتر هذا إذا سقط من مكانه على الأرض ماذا يحدث به؟ احتمال جدا ضعيف أنه يموت احتمال وارد أنه بعض عظامه تتكسر احتمال وارد قوي جدا أنه لا ينكسر فيه أي عظم يحصل على بعض الآلام صحيح أم لا؟ أما الذي واقف على مسافة كيلومتر من الأرض واقف على أطول برج في الأرض هذا إذا سقط من تلك النقطة إلى الأرض احتمال أكثر من 99% يموت إن لم يموت في احتمال أكثر من 99% أنه عظامه تتكسر احتمال أنه لا تنكسر فيها عظام احتمال أقل من 1 بالعشرة آلاف 1 بالمائة آلاف هذه المعادلة في الراقين هذه المعادلة في العظماء العظيم إذا سقط والعياذ بالله تعالى مثل الشخص الذي يسقط من شاهق يعني ماذا؟ يعني نحن نفتخر بما ورد فينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيعة علي صلوات الله على أمير المؤمنين بنص الرواية الشريفة المتواترة التي لها أسانيد صحيحة عند الفريقين نحن من خير البرية في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية في تفسير تلك الآية المباركة حديث قاله النبي صلى الله عليه وآله فسر هذه الآية بشيعة علي صلوات الله عليه ناهيك عن الروايات الأخرى شيعة علي هم الفائزون شيعة علي هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون هذه الآية فسرت بشيعة علي وآيات وروايات باب من الروايات الشريفة يعني ماذا؟ يعني أنت راقي يعني أنت واقف على برج طوله كيلومتر مثلا فسقوطك ليس مثل سقوط واحد آخر إن بقيت في مكانك فأنت عالي أنت بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله من خير البرية في تفسير الآية المبارك في الدنيا أنت عظيم في الآخرة أنت عظيم بركاتك عظيمة في الدنيا ولكن انت به أنت في مكان جدا مرتفع الخطر أيضا كبير نفتخر هذا نصف القضية والنصف الأهم بما ينبغي لنا الخوف كان أشخاص أظماء سقطوا أي سقوط أختم كلامي بحديث شريف بسرعة أقرأ الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما نزلت الآية المباركة وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم قال صلى الله عليه وآله النبي بيّن تاريخ أسود مرت به الأمم وواقعا هذا من عجائب البشرية هذا التاريخ تاريخ الأمم المؤمنة ليس تاريخ الأمم الكافر المشركة الكافر منتهي المشرك منتهي لا هؤلاء المؤمنون هكذا تاريخ أسود كان عندهم قال صلى الله عليه وآله والله لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد على الوفاء لولده شيث أخذ العاهد من الناس على أن يفو بشيف فما وفي له ولقد خرج نوح فقد قضية آدم لا نوح أيضا كذلك ولقد خرج نوح من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه سام فما وفت أمته ولقد خرج إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه إسماعيل فما وفت أمته ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيه يوشع ابن نون فما وفت أمته ولقد رفع عيسى بن مريم إلى السماء وقد عاهد قومه على الوفاء لوصيه شمعون ابن حمون أو حمون الصفا فما وفت أمته ثم قال صلى الله عليه وآله وإني مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم وقد عهدت إلى أمتي في علي بن أبي طالب وإنها هذه الأمة لراكبة سنن من قبلها من الأمام في مخالفته وصي وعصيانه ولعل المستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله حيث عمم أن النسبة الأكبر الكبرى كانت أولئك أولئك الذين ما وفوا للأنبياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وطاعة رسوله وطاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم لا تسلبنا نعمة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صلى الله عليه وسلم